خبر سعيد وهو نبيل عماد دونجا لعب وسط الزمالك اللي ظهر في التقسيمة الفنية التي خضها اللاعبون خلال مران اليوم وشارك في التقسيمة الفنية لأول مرة بعد انتهاءه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع لي بعد طبعا تعافيه من الاصابة وخضوعه لعملية غضروف الرجبة واصبح دونجا جاهز من الناحية الطبية لمشاركة مع الفريق في فترة المقبلة طيب ناقصه ايه ناقص الجزء الفني يعني هنا بقى الموضوع بقى في ايد فريرة بقى في ايد فريرة يعني ايه في ايد فريرة بقى فريرة هو اللي قدر يقول الراجل هيشارك امتى مش هشارك امتى طبيا خلاص بقى شارك جاهز يكون موجود مع الفريق لكن بدنيا ده لسه ففنيا قاسف ده لسه نشوفه مع فريرة